قالت مصادر في بغداد إن تفاهمات أولية جرت بين الجانبين للتوجه نحو تأجيل انتخابات برلماني إقليم كردستان المزمع إجراؤها في العاشر من يونيو حزيران المقبل وأكدت المصادر أن زيارة رئيس الإقليم لشرفان بارزاني إلى بغداد خلال الأيام المقبلة ستركز على ملف تأجيل انتخابات برلماني الإقليم وأشارت إلى أن الاجتماع المقبل سيخرج بتوجه واضح بخصوص الملف لكون بغداد لا تريد خلق أزمات مع الإقليم ولا بين الأحزاب الكردية وأضافت أن رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني سيلتقي بارزاني وسيبحثان عددا من الملفات المشتركة ومنها رواتب الإقليم وملف تصدير نفط الإقليم وتشكيل حكومة كاركوك المحلية وغيرها من الملفات المشتركة ترجمة نانسي قنقر